موضوع الدرائب بتاعة البلوجرز واليوتيوبرز وده موضوع مزعج شوية وحاولوا ناس يتملصوا منه انا عايز بس هقول معلومة معلومة قد تكون مفيدة في هذا الاطار حضراتكم فاكرين لما مصلحت الدرائب قالت الناس اللي بيصنعوا المحتوى على التواصل الاجتماعي على اليوتيوب على فيسبوك يروحوا يسجلوا نفسهم يفتحوا لنفسهم ملف ضريبي عشان الناس دي بتكسب فلوس وبيكسبوا فلوس كتير جدا رغم ان عدد منهم انكر ان هو بيكسب وهم ناس مشاهير يعني حضراتكم لو حتى تشوفوا صورهم اللي احنا بنعرضها هنا بنعرض صورهم مش نوع من التعريض بيهم ولا حاجة ولا ان احنا بنشهر بيهم ولا حاجة ولكن دول اصبحوا نجوم والناس بتبقى عايزة تقلدهم وعايزة تكسب زيهم انا عايز اقول معلومة وكل الناس اللي شغالين اللي هم اليوتيوبرز والبلوجرز دول في مصر من اربع شهور من اربع شهور الشركة بتاعت اليوتيوب بعتت له قالت لهم ان احنا هنبدأ نفرد ضريبة خمسة في المية على الدخل بتاعكو او المكسب بتاعكو لصالح الحكومة الامريكية كويس كده هناك بياخدوا من اليوتيوبرز والبلوجرز دول في امريكا خمستاشر في المية تبقى الشركة ده كلام ده حصل من اربع شهور الشركة اللي هو ايه فيه احد الجماعة دول اليوتيوبرز دول قال انا الحكومة المصرية عايزة مني ايه او مصر عايزة مني ايه انا بصور الفيديو بالكاميرا بتاعتي وبمنتجه على اللابتوب بتاعي وبرفعه على اليوتيوب اللي هو تابع شركة امريكية يبقى مصر مال هومالي بنفس المنطق ولم نسمع احد من الجماعة اليوتيوبرز دول اعترض ولم نسمع احد منهم قال مثلا هي الحكومة الامريكية بتعمل لي ايه ما انا بدفع بصور وبمنتج وبرفع على البتاع والشركة بتاعت اليوتيوب بتاخد فلوس ما هونتو خلي بالكول يوتيوب دا بياخد فلوس هو ما بيرفعش الفيديو دا كده لواجه الله والوطن لا بياخد فلوس لانه في اعلانات بتبقى موجودة فالشركة بتاخد حقه فالشركة قالت له انا هاخد حقي وبعدين هبعتلك الفلوس بتاعتك اللي هو انت ايه يوتيوبر موجود في مصر شاب قاعد تعمل فيديوهات وطفاعة موجود فوق مصر هبعتلك الفلوس بتاعتك بس مخصوم منها لو سمعت 5% درائب للحكومة الامريكية محدش فاتح بقو محدش تكلم محدش اعترض ومحدش قال الحكومة عايزة منينا ايه ولا الحكومة عايزة تاخد فلوسنا ولا 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 مسمعش الكلام ده وهنا الفكرة الاساسية انه الناس في مصر او ناس كتيرة جدا في مصر عايزة تكسب زي ما تكسب وفي الاخر محدش لا يقول لها ولا يطلب منها ولا يحاسبها ولا يقول انه يدحق البلد او او الاخر هنا انا اكتر واحد بقى طالب بيه العدالة في مسألة الدرائب العدالة انه في ناس في ناس الموظفين دول في ايد الحكومة يعني الموظفين اكتر ناس الحكومة بتعرف تاخد الدرائب منه لكن في ناس يبقى فيه واحد مثلا ساكن في نفس البيت بياخد 3000 جنيه فالحكومة بتاخد الدرائب وواحد في نفس البيت ده بياخد بيكسب 300000 جنيه في الشهر مثلا من اليوتيوب حاش بيجي جنب لا انت ما هي البلد دي مش هتتبني كده يعني مش هتتبني من الهوى والناس لما بتدفع فده بيساهم في التطوير وفي الإصلاح وفي البنى ومحدش زي ما بقول لحضراتكم بيحصل في اي دولة انه الدولة تستجدي المواطنين ان هم يروحوا يسجلوا نفسهم وتعالوا والله وهنعملوكو تسهيات وهنعملوكو مش عارف ايه واجل المعاد اكتر من مرة ودي اجل اكتر من مرة مش حاجة اسمها كده فاحنا محتاجين الناس بس تبقى منصفة مع نفسها كل الجماعة دول بقتت لهم الشركة بتاع اليوتيوب بقت لهم هناخد 5% لحكومة الامريكية قالك تمام مفيش مشكلة في انت هنا تيجي تقول له لو 250,000 هناخد 1% ومش عارف ايه والمسألة كلها امور بسيطة جدا فالناس اشتاكت فالناس اشتاكت وزعلت وغطبت وحسن نفسه يعني طب الحكومة الامريكية عملت لك ايه في الشغل بتاعك لكن هو يسأل انا اخدت من مصر ايه لا اخدت من مصر كثير